الزينة في رمضان الزينة العرفية بعض الناس إذا دخل رمضان علقوا الفوانيس أوقدوا بعض المصابيح الهلال والنجمة التي هي شعار يعني من شعارات الإسلام الهلال شعار الإسلام وأول من جعل الهلال شعار الإسلام هي الدولة العثمانية لما رأوا أن اليهود عندهم الشمعدان والنصارى عندهم الصليب لابد الإسلام من شعار فجعلوا الهلال وأخذوه من قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي موقيته للناس والحج الله سبحانه وتعالى جعل الهلال شعارات على عبادات خاصة في الصيام ننظر إلى الهلال في الحج كذلك ننظر إلى الهلال رأس الشهر القمري ننظره بالهلال هكذا يعني فصار الهلال شعار الإسلام عموما فتعلق هذه الزينة في رمضان ما حكمها الجائزة يعني لا ننظر إلى أنها مستحبة ولا أن ننظر إلى أنها حرام هي عادة ليست عبادة يعني لا يقول الإنسان أنني أثاب عليها عادة إنسان يريد أن يعيش جو رمضان في البيت لماذا نمنعه؟ لماذا نقول حرام؟ ما الدليل على التحريم؟ هي أجواء لا علاقة لا بالعبادة نعم حلال ليس فيها مشكلة ترجمة نانسي قنقر